نفى أمين عام مجلس الأمة علام الكندري صحة ما تنقلته بعض وسائل الإعلام من استمرار حصول أعضاء المجلس على كوبونات بنزين مؤكدا أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغنم أمار بإيقاف صرفها ابتداء من الشهر الجاري تماشيا مع توجهات ترشيد النفقات وخفض العجز في الميزانية وقال الكندري أن حصول الأعضاء على كوبونات بنزين معمول به منذ مجلس 1992 وتم زيادتها في مجلس 1996 وتوزع كل أربعة شهور وأضف أنه برغم تعاقب كل مجالس الأمة المختلفة على هذا الأمر منذ 25 عاما إلا أن رئيس الغنم أمار بإيقاف صرف هذه الكوبونات من منتصف الشهر الجاري وأجار العمل به مع بداية الشهر الجاري